أعزائي أنا موجود في مكان مقدس محبب على قلب الملايين اللي بيجوا بزوروا هذا المكان وهو بستان جدسيماني هذا المكان كان محبب على قلب الرب يسوع كان يأتي مرارا ليختلف هذا المكان ويقضي وقت في هذا أيضا المكان طبعا نحن نعرف أنه جاء من العلي مع التلاميذ نزولا إلى وادي قدرون ووصولا إلى هذا البستان وجلس التلاميذ نيام ثم ذهب يسوع مسافة معينة وكان يصلي إلى الآب هذا المكان يعتبر فعلا بستان جميل إذا آدم وحواء سقطوا في البستان الأول في الفردوس الأول الفردوس المفقود فهنا نجح في التجربة يسوع المسيح فهنا الفردوس أو البستان المردود هذا المكان جميل جدا لكن حزين لما مندخل داخل الكنيسة بتحس من الأضوية الداخلية بتعبير عن الحزن ومنشوف في داخل الكنيسة الحجر اللي صلى في هذا الموقع وبحسب البشارة مكتوب أنه صارت قطرات عرقوا قطرات دم فهذا البستان يسمى بستان جتسماني من كلمة العبرية تعني معصرة زيت لأنه الزيتون هنا مشهور جدا في هذه البلاد ويسمى أيضا بستان الصراع يسمى بستان النزاع ويسمى أيضا الكنيسة اللي وراي كنيسة كل الأمم كل الأمم اشتركوا في بناء هذه الكنيسة وطبعا بعود أثرها من أيام البزنطيين وأعيد بناءها على المكان الأصلي تخليدا وتكريما للحدث في هذا المكان في بستان جتسماني ألقي القبض على يسوع المسيح ومن هذا البستان أخذ الرب يسوع المسيح طبعا رجوعا من وادي قدرون صعودا إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة ليحاكم المحكمة الدينية أمام حنان وقيافة ومجمع السنهادرين الجدير بالذكر أن هذا البستان جميل جدا بعض الأشجار عمرها أكثر من ألفين سنة ولربما 3000 سنة لأنه شجر الزيتون لا يموت مثل ما شايفين الشجرة اللي وراي زيتوني لكن طالع من قلب الشجرة غصن حي طبعا طري وبتذكر الآية اللي في إشعياء إصحاح داعش الآية الأولى وينبث غصن من بيت داود ففعلا لما منتطلع لهذا الغصن حياة من موت وهكذا وجود المسيح في هذا البستان فعلا حياة من موت حتى يساعدنا إحنا اشتركوا في القناة